اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والصلح وقضاء الحواج طبعا القمر من الان لغاية ساعات الصباح اللي هو لغاية الساعة خمسة وثمانية واربعين دقيقة صباحا رح يظل موجود في برج الجوزاء فبيظل النشاط مسيطر علينا النشاط ان كان بنشاطنا الجسدي او اتصالاتنا بنشعر بعنصر الحركة وبيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس منحونا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة وقال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي طبعا في خلو مصار احنا ذكرنا يوم امس وهو مستمر من الساعة ثمانية وتسع دقائق مساء الليلة اللي هي ليلة الثلاثاء لا غاية صباح يوم الاربعاء لهو الى غاية الساعة خمسة وثمانية واربعين دقيقة رح نذكره بعد قليل لما نوصل للزوايا الفلكية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا في عنا تبقى ثلاث زوايا بطيئة هي المسيطرة خلال فترة هذا اليوم اول الزاوية رح نحكي عنها اللي هي زاوية الاقتران الايجابية بين المريخ وبين المشتري وهي مستمر تأثيرها لغاية يوم اثنين ستة وهي زاوية بتخلق جو من التسامح ممكن انه نتسامح مع من اخطأ ويخطئ بحقنا ومنمد يد العن الهم وبرضو بتدفعنا للتراجع عن الاخطاء اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين عطارد وبين نبتون وهي طبعا رح تستمر تأثيراتها لغاية يوم تسعة ستة بتخلينا قادرين على قراءة مشاعر الاخرين من حولنا دون ان يعبروا عنها بصراحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي بدأت تحمى شوي هيك تعتطاقتها بشكل سلبي وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين عطارد وبين زحل طبعا هاي مستمرة لغاية يوم تسعة ستة هي اللي بتسبب التعب والقلق والحذر والميل للكآبة وبتحد من خيالنا وتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق ولهذا الإرهاق ممكن يضر بصحتنا زي ما حكينا في عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ من مساء الليلة اللي هي موعد بث الحلقة الساعة ثمانية وتسعة دقائق مساء بتوقيت جرينيتش اللي هي مساء يوم الثلاثاء ورح يستمر حتى صباح يوم الأربعاء الساعة خمسة وثمانية وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع حقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة خمسة وثمانية وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر بانتقل وباستقر في برج السرطان فعشان يكم نشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الأمان إنه لأحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومن من يضرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشربنا بحيث أنه ممكن نشعر بحافظ لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجها بوسعنا في هاي الفترة إما شراء عقار أو استئجار عقار أو نقل من بيت لبيت وزرعة نبتة أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا قضاء وقت ممتع في البيت أو الاهتمام لبعض التصليحات والترميمات المنزلية بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اللي رح نذكرها كلها تأثيراتها من ساعات الصباح يعني من ساعات شروق الشمس لغاية منتصف الليل بتظلها مأثرة طيلة يوم الأربعاء طبعا أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون الساعة وحدة وأربع وثلاثين دقيقة بعد الظهر ذروتها يجب توخي الحذر ممن يحاول واستغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الظهرة وهاي ذروتها الساعة ثلاثة وثلاثة وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش وهي زاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم تعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون في تمام الساعة 35 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة إلى الهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور تورا عارمة من الغضب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي هي طبعا لازم نوفر لها العناية الإضافية اللي هي أولها أولها طبعا من الآن موعد بث الحلقة اللي يقوم مساء يوم الثلاثاء لغاية ساعات الصباح بيكون التركيز على الأعضاء اللي بتتعلق في برج الجوزاء اللي هي الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنا بيب الشعب الهوائية والرئة ووصلات العصبية لمهارات الاستشعار وبرضو الشعيرات الدموية من ساعات الصباح بيصير الأعضاء الأكثر حساسية برضو اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية اللي هي المعدة والكبد والصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل إذ ذا دي غشاء الجنب والصفاق طبعا هدولا هم أهم شيء مع الجهاز اللينفاوي وعظم الصدر هدولا الأعضاء طبعا ما بنصح لإجراء عمليات جراحية لإلها خلال فترة اليومين القادمين لغاية يوم الجمعة لأنه بتكون هاي الأعضاء أكثر حساسية ممكن يصير بعض المباعفات أو الالتهابات لإلها وبرضو الأشخاص العاديين يبتعدوا عن الأمور اللي ممكن تعمل التهابات في هاي الأمور بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها قبل قليل وخصوصا اللي في ساعات النهار مناسبة لعمليات الصغرى طبعا ما زل أجواء ضاغطة على عمليات التجميل بسبب نحوسة وزيادة نحوسة عطارد إلا أنه ما فيه خطر كبير عليها ولكن عشان الوحد يكون بأمان يبعد عن العمليات الجراحية جيد للحقن جيد للأمور اللي إلها علاقة بتنظيف البشرة ما فيه أي مشاكل لا يصلح لإزالة الشعر الزائد وخصوصا الأشخاص اللي عندهم شعر كثيف وبدهم يتخلصوا من هذا الشعر الفترة هاي غير مناسب لهاي الأمور هو فقط للتنظيف ممكن يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة ثلاثة ستة بيبدأ في تمام الساعة ثلاثة وأربعة عشر دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة ستة وسبعة وثلاثين دقيقة مساء لا يستقر القمر في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره يومين في تمام الساعة ثنتين وستة وأربعين دقيقة صباحا بيصبح ثلاثة أيام نسبة الإضاءة بتصير عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة سعيدة بنسبة ثلاثين في المية القمر في الجوزاء ورح ينتقل للسرطان ورح يستمر في برج السرطان لغاية ثلاثة ستة منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية عطارد في الثورة بيتراجع حتى يوم ثلاثة ستة منتحس بنسبة ستين في المية الزهرة في الثورة حتى يوم ثلاثة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المريخ في الحمل حتى يوم خمس سبعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبعة بعدين بيبدأ عملية التراجع في برج الحمل سعيد بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 4 ستة بعدين بيبدأ في عملية التراجع في نفس برج الدلو سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة حتى يوم 24 ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع في برج الثور سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة بعدين بيبدأ عملية التراجع في برج الحوت سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 بعدين بيرجع للحركة الأمامية في هذا التاريخ طبعا هو منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتنشى طول اليوم الثالث من الآن لغاية ساعات الصباح في مجال التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات الأجواء جيدة ولكن من ساعات المساء لغاية ساعات الصباح بتكديروا بالك أثناء تنقلكم على الطرقات أثناء قيادة السيارة وبرضو في نفس اللحظة اللي عنده امتحان أو مقابل في هذا الوقت بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية أهم شيء أنه ما تتهربوا من المسؤوليات وإن كثرت وحذروا الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك بدك تنظم جدول أعمالك ونشاطاتك في أعباء كثيرة ممكن ما تجد وقت للراحة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر ما زال موجود في بيت المال لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بتضل التركيز على الأمور المالية بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم بدكوا تتجنبوا النفقات وتنتبهوا على موالكم من السرقة والضياع وبعض النفقات اللي بتيجي بشكل مفاجئ في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما لصالحك فرح تنجحوا في مجال السفر والقصير والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتقدر اليوم تعبر عن رأيك بجراءة وحرية وتعزز العلاقات بتقدر برضو أنك تبحث عن التوافق والانسجام تضطر لدفع مبلغ طارق من المال في بعض الأوقات أو بعض أشخاص موليد برج الثور اللي هم عندهم بعض الالتزام وبرضو بتكونوا تحاذروا من بعض الاطرابات الصحية وتتجنبوا الإرهاق برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء أنتو عندكوا قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها وطاقتكم عالية جدا خلال اليوم بتنقلاتكم واتصالاتكم وعاطفتكم لغاية ساعات الصباح طبعا هذا الأمر رح يستمر مثل اليومين اللي مضوا من ساعات الصباحة بتتغير الأجواء تماما وبصير التركيز كله على الوضع المالي فبتعيدوا تنظيم ميزانيتكم بدكم تتجنبوا النفقات وممكن بعضكم ينظم بعض الأقصاد أهم شيء أنكم ما تسمحوا للأمور المالية بأنها تتراكم عندكم بدك تفكر بمنطق وتعالج الأمور الطارئة فورا وحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية اليوم لأنها مناسبة لهذه الأمور ممكن اليوم تعرف لقاء داعم لا إلك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اللي بتشعروا فيه من تعب وتراجع في الصحة وهذا الإرهاق اللي مر عليكم يومين وانتوا بتشعروا فيه وكان ضغط عليكم بشكل كبير مع اقترابنا لساعات الصباح بتبلش يختفي تدريجيا من ساعات الصباح بتمتلقوا نشاط وحيوية وبتعيشوا لحظات شيقة حافلة بالأخبار والتطورات ممكن اليوم تتلقى إشارة أو تبدأ بتنفيذ خطة بتستعيد حياتك رونقها وحيويتها الأجواء داعم لألك بتصير بشكل كبير وممكن تعوض كثير من الأشياء اللي فاتتك بالفترة الماضية هي ممتازة على المستوى الصحي والنفسي والعاطفي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطوا اجتماعيا اليوم وبتلتقوا لأصدقاء من الآن لغاية ساعات الصباح وفي منكوا رح يتوجهلوا أشخاص رح يتوجهلهم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعدوا من لقاء بعض الأصدقاء طبعا أهم شيء أنك ما تحاول تفرض سلطتك على أصدقائك في بعضكم ممكن يستعين ببعض الأصدقاء لمساعدتهم في مسألة ما أما في ساعات الصباح فبتكونوا ديروا بالك لأنه رح تدخلوا فترة غير مريحة بتنال من صحتكم وأعصابكم لأنه القمر رح ينتقل للسرطان اللي هو بيت متاعبكم فعشان هيك بصير هذا يوم شوي في نوع من أنواع الركود على جميع الأصد بانصحكم بعدم المباشرة بتنفيذ أي أمر أو التوقيع على عقود أو اتخاذ قرارات حاسمة حاول أنك خلال هذا اليوم تتخلص من عدتك القديمة وحاول أنك تنشغل فقط بالمسائل الروتينية واحذر من التأخير برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر ما زال موجود في بيت السمعة لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بتكوا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل من الآن لغاية ساعات الصباح وحاول أنكوا ما تغمروا ما تتهوروا لا بقيادة سيارة ولا بمخالفة قوانين ولا بعصبية ولا بأي شيء يعني بدك تحافظ على سمعتك وحاول برضو تخلي علاقاتك مع المسؤولين جيد في هذا الوقت من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما فبتنشطوا بين الأصدقاء بتصير تشوف الأمور بوضوح أكثر وبنظرة متفائلة أكثر بيطمئن بالك وممكن تحصد دعم أو تعييد خلال هذا اليوم من بعض العلاقات الاجتماعية وبتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم شيء أنك تلطف الأجواء وتحاول أنك ترجع العلاقات اللي هي الاجتماعية لطبيعتها برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا التركيز كله رح يكون من الآن لغاية ساعات الصباح على الامتحانات والمقابلات والاتصالات لبعيدة التعامل مع أجانب دورات حوارات نقاشات دراسة أمور فلسفية كلها هاي بظل التركيز عليها جيد لغاية ساعات الصباح ولكن بدك تنتبهوا أثناء تنقلكم بالسيارات بالشوارع المفتوحة ما في داعي للمغامرات ولا للمجازفات واللي عنده امتحان ما يعتمد على الحضوض لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل للبيت العاشر فبتحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل بتقدروا تنظموا وقتكم بشكل جيد ودك تكون واضح في أولوياتك ما تخلي أي شخص يثير انفعالك أو غضبك باستطاعتك مواجهة أقوى المنافسات وانت بتتمتع اليوم بسرعة بديهة وخاطر وذكاء حاد جدا برج العقرب من الآن طبعا القمر ما زال موجود اللي هو في البيت الثامن لغاية ساعات الصباح فمثل اليومين الماضية بتركزوا على الأموال المشتركة بتقدروا اليوم تدخلوا في هاي الساعات لغاية ساعات الصباح التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة ولكن ما تغامروا بالمسائل المالية وبما أنه فترة دخلوا مسار لا تداين حد ولا تقرض حد فلوس ما تجازف بأموال الغير في هاي الفترة من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما لصالحكم فممكن يصلكم خبر سار من بعيد هاي فترة حافلة بالنشاطات بترتفع المعنويات وبتقوى الحضود في بعضكم ممكن يعني يكون عنده سفر أو اهتمام بأشخاص خارج البلاد وبرضو اليوم بيسفر عن مجال جيد لا إلك ممكن تشارك بمؤتمر مثمر مفيد وبيكون عندك اتصالات بعيدة ممكن تتلقى بعض الأشخاص أو تلتقي بعض الأشخاص حول طاولة حوار للتفاوض وبرضو في منكم ممكن يعالج مسائل متنوعة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم فعشان هيك ممكن إن كنت تستغلوا فقط لتعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة أو علاقتكم مع الأزواج في هاي الفترة أو مصالحات بضل ضغط بتحسن طاقتك لصى ضعيفة عصبيتك موجودة سهل جدا استفزازك وبرضو الوضع الصحي شوي متقلب في ساعات الصباح الأجواء بتتغير لأن القمر رح ينتقل للبيت الثامن فهنا بعطيك طاقة أكثر بتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة وباستطاعتكم تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالغدوء والليوني والصبر وبينتظرك حل منصف لكثير من الأمور اليوم وخصوصا الأمور المالية ولكن بدك تفاوض بموضوعية بدون ما تتزمت برأيك عدل أولوياتك إذا دعت الحاجة ودقق بالتفاصيل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر في البيت السادس لغاية ساعات الصباح فالاهتمام كله له علاقة بالعمل والصحة بتقدروا اليوم أنكوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل أو الأعمال السابقة لأيام الماضية وتنتبهوا لصحتكم أهم شيء في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير لأنه رح القمر يصير مقابلك تماما بتنجحوا بتعزيز شراكاتكم هاي فترة شوي بتكون ضاغطة لأنه القمر مقابلك بيسحب من طاقتك فبتثقل خلال هاي الفترة الهموم والمسؤوليات أهم إشي تتجنب ردات الفعل العنيفة فترة سيئة بتهدد بالخواطر والمشاكل والحوادث فبدك تنتبه منها بشكل كبير لأنه القمر بيخليك شوي مضطرب ومرهى في الحس بالفترة هاي وهذا الشيء بسبب بعض المشاكل والتقلبات السريعة في المزاج ممكن تشعر بالارتباك والغضب أو في بعضكو ممكن يتمتع بطاقة كبيرة ولكن هذولا قلة لأنه على حسب طالعهم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا من الآن لغاية ساعات الصباح وهذا الشيء بيدعمكم وممكن تعززوا علاقاتكم العاطفية بشكل كبير لكن بما أنه في عنا خلو مسار فحاول ما تعتمد كثير على الحضوض بعض الأشخاص ممكن يتم بالمجالات اللي لها علاقة بالتجميل أو المجالات الفنية تصوير ترفيه ممارسة هواية معينة طبعا هذا كله لغاية ساعات الصباح والعلاقة مع الأبناء أما في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير لأنه القمر رح يصير في البيت السادس بدأ في مراحل المقابلة فبتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم أو بدك تحاول تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك بتستعيد كامل حيويتك وبتدور الأحداث بسرعة ونشاط وبتمارس عملك بحماسة حاذر من الاضطراب الصحي أهم إشي اليوم يعني بدك تحافظ على صحتك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بيضل الضغط كله إلو علاقة بالبيت والعائلة فممكن تنهمكوا بمور الهاصلة بالبيت بالعائلة بأفراد العائلة بمناسبة بحدث معين بتعب صح إلى أحد أفراد العائلة مشتريات ممكن أعطال منزلية يعني كل التركيز رح يكون على هاي المسائل لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم وبرضه فرص الحضوض بتصير عالية جدا وبتزداد وطيرة العمل بشكل واضح ممكن اليوم تعالج بعض المسائل ولكن بدك تعالجها بروية مبتعد عن التعقيد والعصبية لأنه لسه طاقة البيت الخامس ما بتكون وصلة بالكامل ولكنها ممتازة على مستوى علاقاتكم بالأحباء والأبناء والمناسبات والترفيه والتجميل مناسبة جدا لأيكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر